خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار المعانا دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بطرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 20-24-20-30 بالمرحلة التانية لجلسات الحوار الوطني واللي انطلق بدعوة من سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي لمشاركة كافة أطياف المجتمع في سياغة أولويات العمل الوطني انبرح كمان الحكومة نفت بشكل قاطع الشائعات التي ترددت بظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال ان الكلام ده بش حقيقي بالمرة وان المنشور المتداول على السوشيال ميديا مزيف وعبر صفحة صادرة عن مكان غير وزارة الصحة غير رسمي تفاصيل أكتر وأخبار في سياقة التقرير أخبار كتيرة مهمة حصلت مبارح أبرزها توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بطرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030 بالمرحلة التانية لجلسات الحوار الوطني اللي انطلق بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن هذا التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة وأيضاً صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة وده بعد الاستماع لأراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني والاستفادة من أفكارهم ومقترحتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ لما يمثل ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة انبار احتابعت دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني اللي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023 وأكد رئيس الوزراء الحرص على رصد الخطوات اللي بتتم الترجم التوصيات منصة الحوار الوطني لإجراءات وبرامج عمل من جانب الوزرات المعنية استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة وده تكريساً لدور هذا المحفل الوطني اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة إمبارح أكدت الحكومة أن الأصحة لظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويسعب اكتشاف أعراضه وقالت وزارة الصحة أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عنها وشددت على أن الوضع الوبائي للفيروس في مصر آمن ومستقر ولم يتم رصد أي متحورات جديدة بخلاف ما أعلنت الوزارة على قنوات اتصالها الرسمية وهو متحور جي أن وان وابتعتبر معظم حالات الإصابة النتيجة عن هذا المتحور منخفضة وبسيطة الأعراض ولا يوجد أي أعراض إكلينيكية مختلفة عن الأعراض السابقة لفيروس كورونا كما أشارت لامتلاك مصر برنامج ترصد للأوبئة يختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشرها وفي حال رصد أي سلالة جديدة لفيروس كورونا هيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها إمبارح استقبلت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة الجديدة عدد من طلاب إحدى المدارس بالقاهرة وتم الترحيب بهم وتقديم بعض الهدايا العينية لهم كما تم إلقاء محضرة للأطفال تعرفوا خلالها عن الدور المنوط لإدارة الحماية المدنية في التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية بكافة أقسمها واللي بتشمل الإطفاء والإنقاذ والمفرقعة تضمنت الزيارة أيضاً عرض أحدث معدات الإطفاء والإنقاذ وشرح كيفية استخدامهم ومدى أهمية تلك المعدات في التعامل مع كافة البلاغات نروح مع حضراتكم لجولة خارج القاهرة مع أخبار المحافظات والبداية من القليوبية تم توفير 200 فرصة عمل في القطاع الخاص داخل المحافظة برواتب تصل إلى 7000 جنيه في محافظة أسوان تم البدء في تشغيل 76 مركز طبي ووحدة صحية بمنظومة التأمين الشامل كمان محافظة بورسعيد أعلنت انطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن في 2 فبراير اللي جاي وفي بني سويف تم الكشف وتوفير العلاج المجاني لـ 2101 حالة في قافلة طبية خلينا نتابع أخبار وتفاصيل أكثر عن المحافظات في سياق التقرير اللي جاي محافظات مصر شهدت مبارح أخبار كتيرة في الأليوبية أعلنت مديرية العمل عن توافر فرص عمل شغيرة ضمن النشرة القومية للتوظيف اللي بتعلنها الوزارة تبعاً وتضمن وظائف مدير العمل 2024 بالأليوبية 200 فرصة عمل بإحدى الشركات الكبرى في مجال صناعة وتجارة الحلوى بشبرى الخيمة بمرتبات مجزية حسب المهن تصل لـ 7000 جنيه في كفر الشيخ أكدت مديرية الأوقاف افتتاح أربع مساجد في بداية العام الجديد هما مسجد تفتيش الأوقاف بمركز قلين ومسجد الحميدية الكبير بمركز كفر الشيخ ومسجد شرق البنوان بقرية شرق البنوان بالحمول ومسجد البحري بالأصابي مركز سيدي سالم في البحر الأحمر يستقبل مطار مرسى عالم الدولي 85 رحلة طيران سياحية تقل ألاف السياح على مدار الإسبوع الجاري بدءاً من اليوم السبت حتى نهاية الإسبوع حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وده وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة فأصوان أكدت المحافظة أنه تم البدء في التشغيل التجريبي لـ 76 مركز طبي ووحدة صحية من إجمال 112 مركز طبي ووحدة صحية وأيضاً أربع مستشفيات من إجمال 11 مستشفى مدرجة ضمن المنظومة في بورسعيد أعلنت المحافظة انطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني 2 فبراير المقبل وبتستمر حتى 6 من الشهر نفسه وبيجري خلالها استقبال متسابقين من أكثر من 50 دولة من الحافظين الحاملين لكتاب الله والمبتهلين في المنوفية أكدت مدرية الطب البيطاري أنه تم الانتهاء من حملة التطعيم ضد مرض الحمى القلعية على مستوى أنحاء المحافظة وتم تطعيم 374 و521 من الحيوانات بنسبة 100% على مستوى أنحاء المحافظة وده للحفاظ على الثروة الحيوانية في إطار الجمهورية الجديدة في الأقصر شهد أرض مطار رحلات البالون الطائر تحليق 30 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 660 سائح من حول العالم وسط أجواء طبيعية من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي في بني سويف شهدت المحافظة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقارية شويش مركز إهناسيا مكونة من 8 عيادات وتم الكشف على 2101 وصرف العلاج لهم بالمجان ترجمة نانسي قنقر